خلال لقائه بالرئيس الأمريكي بايدن أكد غبطته بطرياكي القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن في أوفلس الثالث على ضرورة التدخل الأمريكي الفاعل لحماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة وخاصة مدينة القدس التي تشهد هجمة غير مسبوقة على الكنائس ورجال الدين والمواطنين المسيحيين ومحاولات الجمعيات المتطرفة الاستلاء على عقرات باب الخليل كما تحدث غبطته إلى الرئيس الأمريكي خلال زيارته مؤخرا لكنيسة المهد في بيت لحم عن التضييق الذي تمارسه هذه الجمعيات على حرية العبادة ومنع وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم بحرية وخلال اللقاء قدم غبطته شرحا عن مخاطر الهجرة المسيحية وخاصة من القدس مشيرا إلى أن الحفاظ على الوجود المسيحي هو رسالة إنسانية وحضارية هامة ترجمة نانسي قنقر